الأمعاء الغليظة هي العضو الأخير من أعضاء الجهاز الهضمي وسميت بهذا الاسم نسبة لقطرها الكبير مقارنة بالأمعاء الدقيقة تبدأ الأمعاء الغليظة عند انتهاء الأمعاء الدقيقة وتنتهي عند بداية الشرج تنقسم الأمعاء الغليظة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية وهي الأعور والذي يقع عند منطقة اتصال الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وتفرع من نهايته أمبوبة ضيقة تسمى بالزائدة الدودية القولون وهو الجزء الذي تتوقف فيه الفضلات الغذائية قبل خروجها من الجسم وينقسم إلى القولون الصاعد والذي يأتي بعد الأعوار مباشرة ليصل إلى سطح الأسفل الأيمن لمنطقة الكبد القولون المستعرض ويمتد بشكل عرضي في منطقة البطن حيث يقع فوق الأمعاء الدقيقة وأسفل الكبد والمعدة القولون النازل ويمتد بشكل عمودي في الجهة اليسرى من منطقة البطن القولون الحوضي وهو على شكل حرف S ويصل جزءه الطرفي بالمستقيم المستقيم وهو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة والذي يصل بالقناة الشراجية أما عن وظيفة الأمعاء الغليظة فتتمثل فيما يلي امتصاص المياه حيث تحتوي الأمعاء الغليظة على عدد من الغدد المخاطية والتي تضم مجموعة من الخلايا ذات القدرة العالية على امتصاص المياه من الطعام المهضوم القادم من الأمعاء الدقيقة وبالتالي فهي تسهل عملية تكوين البراز وفي نفس الوقت تحافظ على مستوى متوازن للمياه في الجسم امتصاص الأملاح من الطعام المهضوم القادم من الأمعاء الدقيقة ومن أهمها ملح السوديوم ما يساعد في الحفاظ على مستوى متوازن للأملاح في الجسم امتصاص فيتامين كاف وتصنيع مجموعة من الفيتامينات الأخرى تكوين البراز والذي يتم بعد مرحلة امتصاص الماء والأملاح من الطعام المهضوم القادم من الأمعاء الدقيقة ليتم تحويلها فيما بعد إلى براز صلب